في مخيم الهول في سوريا داعش يتمدد ويرى خبراء أن ما يفعله العالم أو لا يفعله حيال سكان المخيم يؤسس لكابوس خطير من قال إن دولة خلافة داعش زالت فهذا مخيم الهول الواقع شرق الحسكة شمال شرق سوريا يتحول مصغرا عن دولة داعش قصص غريبة ومريبة عن هذا المخيم أو المعسكر الذي تحول قنبلة موقوطة باعتراف دولي سبعون ألف شخص يعيشون في مخيم الهول تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية بالأساس خصص هذا المعسكر لإيواء نساء مقاتلي تنظيم داعش مع أولادهم أما أزواجهم فإما قتلوا في المعارك أو تخلوا عنهم أو اعتقلوا في سجون قوات سوريا الديمقراطية لكن يتحدث البعض عن مقاتلين يتخفون أيضا داخل المخيم 43% من القاطنين في المخيم سوريون 42% عراقيون و15% أجانب ويشكل النساء والأطفال 90% من سكان المخيم أكثر من 10 ألاف من نساء المخيم أجنبيات تزوجنا من مقاتلين في التنظيم أو قتلنا في صفوفه داخل المخيم بات يمارس نوع من الأمن الذاتي وكما في دولة داعش أنشأت نساء المخيم فرقة من شرطة الأخلاق وفرضت الشريعة وبحسب واشنطن بوست فقد نفذت داخل المخيم عمليات إعدام وحشية وبات المخيم أرضا خصبة لتجنيد الجهاديين وما يسهل عمليات التجنيد هو رفض غالبية الدول استعادة مواطنيها من هذا المخيم وتركهم يعيشون ظروفا قاسية يعترف مسؤولون أمريكيون أن تلقينا فكر داعش لأطفال المخيم وهم يشكلون 65% من قاطنيه يشكل الخطر الأكبر على مستقبل قد لا يكون بعيدا أضف إلى ذلك أن لا خطة مدروسة للتعامل مع معتقلي داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية ويقدر عددهم بنحو 8 ألاف من بينهم ألفان من المقاتلين الأجانب هذا الواقع بالإضافة إلى واقع مخيم الهول علقت عليه مجلة فورين بوليسي بالقول يبدو أن الأجيال الثانية من التنظيم الإرهابي تترعرع تحت وصاية قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وبالمحصلة يرى خبراء أن ما يفعله العالم أو لا يفعله حيال هؤلاء يؤسس لكابوس خطير ليس في المنطقة وحسب إنما كذلك للبلدان التي وفد منها المقاتلون الأجانب